اشتركوا في القناة فان الدعم الدائم من جلالة الملك المعظم ايده الله هو مصدر الالهام والانجاز لما حققه المجلس في مسيرته المباركة في خدمة الدين والوطن والناس جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية التي عقدها المجلس الصباح اليوم برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمة بن محمد بن راشد الخليفة وفي سياق اخر اشاد المجلس بتجشين وثيقة اعلان مملكة البحرين في اوروبا من العاصمة الايطالية روما بحضور عدد من السفراء والدبلوماسيين والمسؤولين والمهتمين وثمل المجلس عاليا المضامين السامية التي تضمنتها هذه الوثيقة المهمة التي تعبر عن الرؤى والفكر الناير لصاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ايده الله انطلاقا من اسس تاريخية حول التعايش في البحرين والنهج الديني القويم واشار المجلس الى ان هذه الوثيقة انجاز اخر يضاف الى سلسلة الانجازات العالمية والانسانية لجلالة الملك المعظم في مجالات التعايش والتسامح والسلام الى ذلك هن المجلس بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين والذكرى السادسة والعشرين لتأسيس الحرس الوطني منوها بدورهما الكبير لصون المنجزات الوطنية وفي موضوع اخر ندل المجلس باشد عبارات التنديد والاستنكار اقدام بعض المتطرفين على حرق المصحف الشريف وطالب المجلس المجتمع الدولي ومؤسساته وحكمائه بالوقوف في وجه العبث والتطاول على المقدسات الدينية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة